النوع اللي هو الاسم يعني بينقسم ايضا لقسمين اخرين. ايه هم? احنا قلنا طبعا النوع بينقسم يعني عام او مشترك وعلى اه او خاص وبينقسم كمان وفي ميناء يعني مؤنث ومذكر. مسكولا مذكر زي مثلا الابن الاخ الاب وهكذا. المؤنث مثل لفي البنت لقلاس الفصلة اه وهكذا. طيب ده بالنسبة للمسكولا والفي ميناء المذكر والمؤنث. بعد كده عندنا ينقسم الاسم الى اه يعني الاسم ينقسم ايضا الى اه جزئين. ايه هما الجزئين? ايه اللي هم مفرد وايه? مثال طيب جمع طبعا يعني القلم الجاف تبقى الاقلام الجاف. داك او? طيب تبقى 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 الاب والام والامهات. داك او? يبقى ازا عندنا الاسم يبقى ينقسم الى عام وخاص. اللي هو مشترك وعلم. وبينقسم الى مفرد مؤنث ومذكر ومفرد وجمع وعاقل وغير عاقل. عاقل وغير عاقل. طبعا العاقل اللي هو الانسان. اما غير العاقل يشمل الحيوان والجماد والنبات واي شيء. داك او? دا بالنسبة للايه? اللي هو الاسم. نمغضه رقم اتنين. اللي هو الضمير. الضمير عندنا سوكم بزقة بينقسم لتلات اجزاء. ضمير اه متكلم ومخاطب وغائب. متكلم ومخاطب وغائب. ضمير متكلم مفرد. اللي هو ضمير متكلم جامع اللي هو ضمير مخاطب مفرد. ضمير مخاطب جامع ضمير غائب مفرد مذكر. ضمير غائب مفرد مؤنث. اه ضمير اه ضمير غائب جامع مذكر. ضمير غائب جامع مؤنث. نيجي على على الضمير التاسع في اللغة الفرنسية وهو الضمير او. هنقول ما هي مواصفات الضمير او. النمغ او رقم واحد. الضمير او هو الضمير التاسع في اللغة الفرنسية. نمغ او دو رقم اتنين. اه وهو ضمير غير محدد في معناه. ضمير غير محدد في معناه. نمغ او رقم تلاتة. يعني ايه غير محدد في معناه? يعني يترجم باكثر من معنى. يترجم باكثر من معنى. فيترجم بمعنى نحن او المرء او الشخص او الناس. نحن او المرء او الشخص او الناس. عشان كده بنسميه ضمير غير محدد في معناه يعني له اكثر من معنى. آآ نمرو كاتر رقم اربعة يصرف معه الفعل كأنه مع ضمير الفاعل يصرف معه الفعل كأنه مع ضمير الفاعل يعني آآ بتساوي الضمير في التصريف. الضمير في التصريف يعني في التصريف يعني الفعل اللي جاي بعد هو هو نفس تصريف الفعل اللي جاي بعد لما نيجي ناخد آآ نحن نأكل نحن نأكل برتقال. هنهزف النوم ونحط مكانها ايه? الضمير آآ يبقى ونغير تصريف الفيرب اللي جاي بعدها اللي هو يأكل آآ هتبقى نحن نأكل برتقال نحن نأكل برتقال. نحن نأكل برتقال. نحن نأكل برتقال. دكال؟ bon. c'est la fin de notre leçon aujourd'hui. je vous remercie pour votre attention. au revoir mes élèves et mes étudiants.